إليكم هذا الخبر الذي وصلنا على التو حيث قام ظهر اليوم وزير الإنتاج والرأي والمعدات الزراعية السيد قمر السليك بزيارة لا تجمع التضامن الزراعي بقرية كابي وذلك بهدف تسجيعهم ودعم الوزارة للمزارعين وقد رافق الوزير الأمير العام للوزارة وبعض العاملين بالوزارة تقرير زميل محمد صالح حسين وقراءة حسين النور يوسف تشجيعا للبوادر التي تقوم بها مختلف التجمعات الزراعية في الجانب النشاط الزراعي قام وزير الإنتاج والرأي والمعدات الزراعية السيد قمر السليك بزيارة إلى تجمع التضامن الزراعي بقرية كابي التي تقع جنوب العاصمة على دفاف نحر لوجون وذلك بحدث الوقوف إلى العمال التي يقوم بها التجمع الزراعي أبرى مدخات المياه خلال مدار سنة كاملة ولم يتوقفوا في فصل زراعي معين رئيس تجمع التضامن الزراعي أحمد كوسي قال إنهم قاموا بحذه البادرة من عجل تحسين الأعمال الزراعية التي ترتكز على موسم زراعي محدد طالبا من الجحات المعانية تطوير هذا المشروع ليشمل جميع المزارع بالبلاد من ناهيته وزير الإنتاج والرأي والمعدات الزراعية السيد قمر السليك سمن هذه الجهود التي قام بها تجمع التضامن الزراعي بقرية كابي مشيرا بأن مثل هذه المشاريع الزراعية ستجد بلا شك عناية خاصة من قبل الوزارة بدف عملهم الآن وغسلوا نتيجة بصراحة مسمرة وجيدة فالآن الموقع اللي هم فيه بيكون فيه أقول لك ممكن نصبله فيه ألف أكتار ولكن هم الآن شغالين بس في مئة وخمسين أكتار لهم هم وبعدين فيه جيران لهم من المواطنين بيحاول بمدهم من المياه ومن التراب ومن الخبرة وفي الشغلة في الأرض بساعدهم الكل تقريبا عندهم مئة وخمسين أكتار مع المئة وخمسين أكتار الخاص بهم هم معنات الجملة الآن لهم شغالين فيها أربو مئة أكتار